أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي أهلا بكم في حلقات جديدة من حلقات الجغرافية مدد الدراسات الابتماعية النهاردة إن شاء الله نتكلم عن النشاط الصناعي في العالم يعد النشاط الصناعي في العالم قمة الأنشطة الاقتصادية المتطورة وبالرغم من وجود الصناعة في دول عديدة من العالم إلا أنها تختلف في نوعيتها خفيفة أو سقيلة مدى تركزها وجودتها بمعنى إن إحنا عندنا في كل بلد في الدنيا فيها نشاط صناعي تمام فالنشاط الصناعي ده بيختلف من دولة لدولة على حسب يا ترى الصناعات دي صناعات خفيفة ولا سقيلة خفيفة يعني صناعات غزائية اللي هي عصائر خضرات الكلام ده صناعات سقيلة اللي هي المقصود بيها صناعات اللي هي الحديد والسلم الأسلحة الطيارات الدبابات السيارات بيسمها صناعة سقيل طيب برضو تختلف الصناعة من مكان للتاني على حسب مدى تركزي يا ترى هي متركزة فين؟ ويجودتها يا ترى هي فعلا جودتها حلوة جدا ولا نص ونص ولا جودتها رضيئة فيبقى النشاط الصناعي في العالم دي يختلف موجود في كل دول العالم لكن دي يختلف بسبب ثلاث حاجين أول حاجة نوعية الصناعة سواء خفيفة أو ثقيلة مدى تركزها ويجودتها تعد الصناعة الحديثة مقياسا رئيسيا لتطور الشعوب وازدهر حيث أن الدول المتقدمة هي الدول التي تطورت فيها الصناعة تطورا مزهلا آخذة بالأساليب العلمية وتطبيق الأبحاث والتجارب العلمية في الإختراع وتطوير وتحديث المنتجات الصناعية الصناعة الحديثة هي مقياس رئيسي للشعوب المتطورة يعني الآن إحنا بنقول أن دي دولة متقدمة أو دولة متأخرة أو دولة متخلفة على حسب إيطار الدولة دي بتعتمد اعتماد كبير على الصناعة ولا لا كلما كان اعتمادها أكثر على الصناعة كلما كانت من نصاف أو من أوائل الدول المتقدمة تمام؟ بشكل مستمر لذلك هتتركز الصناعة المتطورة والمتنوعة في الدول المتقدمة وبعض الدول النامية هلاقي أن الصناعة المتطورة والموجودة في الدول المتقدمة وفي بعض الدول النمية اللي بدأت ترتفع بمستوى شعوبها واقتربت من مستوى الدول المتقدمة زي الصين جنوب أفريقيا ومصر طيب لازم نعرف في الأول إيه هي مقاومات الصناعة يرتبط قيام الصناعة وتطورها وازدهرها بمجموعة من المقاومات تنقسم المقاومات الطبيعية زي المواد الخام معدنية وزراعية وحيوانية وعندي مصادر الطاقة اللازمة وعندي الموقع المتميز يبقى لما يقول إيه مقاومات الصناعة عندي مقاومات طبيعية وعندي مقاومات بشرية مقاومات طبيعية من قاومات اللي موجودة عندي في البلد اللي أنا بتكلم بتقوم فيها الصناعة وهي طبعا مقاومات موجودة ربنا مديها لي زي المواد الخام سواء مواد خام معدنية أو زراعية أو حيوانية زي مصادر الطاقة وزي الموقع المتميز وعندي المقاومات البشرية زي طبعاً توافر أيدي العاملة الماهرة وتطور العلمي وتوافر الأسواق ورأس المال والسياسات الحكومية لبقى لازم أفرق بين حاجتين أفرق بين مقاومات الطبيعية للصناعة والمقاومات البشرية للصناعة وده طبعاً في الحالتين محل سؤال الأقليم الصناعية في العالم قدامي في عندي حوالي أربع أقليم صناعية أساسية زي طبعاً إقليم شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية إقليم غرب ووسط أوروبا إقليم روسيا وأوكرانيا وإقليم شرق آسيا وفي عندي بعض المناطق الصناعية الحديثة المتفارقة في دول العالم الأقليم والمراكز الصناعية الرئيسية في العالم أول إقليم هتكلم عنه هو إقليم غرب ووسط أوروبا طبعاً هم من أهم المراكز الصناعية وتوجد في عدة دول منها زي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبتتوافر في دول أوروبا بشكل عام مقاومات الصناعة وقد أدت الوحدة الاقتصادية الأوروبية إلى التكامل في الجوانب الاقتصادية سواء الصناعية والتجارية وحمايتها جمركياً وتدعمها من جانب أو هيئة الاتحاد الأوروبي يبقى لم يجي يقول لي إيه السبب أن التتوافر في دول أوروبا بشكل عام مقاومات الصناعة هنقول أن الوحدة الاقتصادية الأوروبية دي اللي أدت إلى التكامل في الجوانب الاقتصادية اللي هي الصناعية والتجارية والحمايتها الجمركية أو أنهما شالوا جمارك من عليها فطبعاً ده خلى أن الاصطناعة في دول أوروبا بشكل عام أن هي تبقى متوفرة جداً ومتقدمة طيب تاني عندي إقليم هو إقليم شهر الولايات المتحدة الأمريكية هو طبعاً بيشمل منطقة البحارات العظمى وأهم الصناعات به طبعاً الصناعات الهندسية زي الإلكترونيات والسيارات والأدوات الكهربائية وعند الصناعات الخفيفة والاستهلاكية زي الصناعات الغذائية والنسيجية وغيرها ثلاث إقليم عندي هو إقليم روسيا وأوكرانيا ومن أهم المراكز الصناعية به إقليم موسكو وما حولها وإقليم الأورول عندي برضو إقليم شر أسيا أهم المراكز الصناعية به جزيرة هنشو باليابان ومجمهورية كوريا ومناطق عديدة بصية طيب قبل ما نخش في الجزئية اللي بعدها لازم تفهموا كويس قوي أن الجزئية دي محل سؤال بيجي لك سؤال يقول لك مثلا أن جزيرة هنشو باليابان من إقليم إي أو من إقليم شر أسيا أو من أهم المراكز الصناعية في إقليم شر أسيا فلازم أعرف أن كل إقليم الأقليم لقي أهم من مراكز الصناعية بها لأنها محل سؤال يا سؤال أكمل يا سؤال صح وغلط يا سؤال اختيار خمسة مراكز صناعية حديثة زي طبعا الحديثة بقى زي اللي موجودة في دول جنوب شرق القارة زي ماليزيا وسنغافورة وأندونيسيا وتايلند وعندي دول القليج العربي اللي معظم الصناعات بها صناعات بترولية وعندي أمريكا الشمالية زي كندا والمكسيك وعندي أمريكا الجنوبية زي البرازيل والأرجنتين والشيري وطبعا أفريقيا عندي زي الموجودة عندي في مصر وعندي دول جنوب أفريقيا دي أهم المراكز الصناعية لإيه الحديثة هو ده درس النهاردة ان شاء الله يبقى أنا دلوقتي هتكلم تاني وهعيد تاني جزئية دي بيقولك هنا أني لازم أبقى أعرفة أني في عندي مقاومات للصناعة وأنه مقاومات طبيعية ومقاومات بشرية وعندي الأقاليم الصناعية في العالم هم عندي كمس أقاليم صناعية عندي أول حاجة إقليم غرب وسط أوروبا إقليم شرق الولايات المتحدة الأمريكية وإقليم روسيا وأوكرانيا وأعرف أهم المراكز الصناعية الموجودة فيهم إقليم شرق أسيا وأهم المراكز الصناعية فيهم ومراكز الصناعية الحديثة ولما أقول المراكز الصناعية الحديثة أفرق بينهم معنى أنها حديثة يعني لسه بدأ أو تطور في الصناعة فطبعا لازم أعرف أنه أهم المراكز الصناعية الحديثة عندي زي اللي موجود في أسيا إيه واللي في الخارج العربي إيه واللي في أمريكا الشمالية وأمريكا الدينوبية واللي موجود في أفريقيا تمام؟ نحن نهاردة هنعمل مراجعة سريعة أو مراجعة عامة على الوحدة الأولى في الجغرافية بما أن الدرس بتاعنا صغير وبسيط فنحن هنعمل مراجعة عامة على الوحدة الأولى في الجغرافية جمعت لكم أهم التفسيرات وأهم النتائج مترتبة على وبعض الأسئلة بتاع الدليل اللي احنا طبعا أغلب الطلبة هنا بيلقوا من الأسئلة دي أو مش بيحبوها في الامتاح يعتبر النشاط الزراعي من الأنشطة الاقتصادية الأساسية في العالم ليه؟ أولا لأنه مصدر رئيسيا لغزاء الإنسان بجانب الأسماك والحيوانات وبترتبط به تربية الحيوانات ومصدر مهم من المواد الخام الزراعية اللازمة لبعض الصناعات زي محنصين الألياف ومنطقة طيب سؤال تاني بما تفسر تزرع الأرض في المنطقة الزراعية الزراع الكسيفة أكتر من مرة في العام الواحد ليه؟ طبعا بهدف إشباع حاجة السكان المحليين من الززاء وطبعا احنا عارفين أن المناطق أو الزراع الكسيفة هي أصلا الهدف منها الاستخلاك المحلي أو إنتاج المحلي فقط ومش الهدف منها الأساسي هو التصديق طيب بما تفسر تحتاج الزراع الكسيفة إلى أيدي عاملة كثيرة أولا لأنها بتتم من خلال عمليات عديدة زي بذر البذور والري وتنقية الحشائش وطبعا ده بيحتاج إلى أيدي عاملة وفيرة يزرع قصب السكر في كل قرات العالم معد قرات أوروبا السؤال ده مهم جدا 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 ليه بيزرع قصب السكر في كل قرات العالم معد قرات أوروبا؟ هنقول إيه هي الظروف المناخية إيه اللي بيحتاج قصب السكر لزرعته أولا بيحتاج لدرجة حرارة مرتفعة وكمية مياه وفيرة فبيزرع في المناطق المدارية الحر بقرات العالم لكن أوروبا أوروبا أساسا بتقع في المنطقة المعتدلة فعشان كده ما ينفعش إن إحنا نزرع فيها قصب السكر فلا تتوفر بها الشروط الأيه السابق بما تفسر تتركز زراعة البنغر في دور أوروبا وأمريكا الشمالين هنقول ليه بسبب ملأمة ظروف زراعته من مناخ وتربة زراعية يبقى أصب البنغر يتزرع في المناطق المعتدد أو في منطقة المعتددة على عكس مين؟ على عكس أصب السكر طيب بما تفسر شهرة القطن المصري والسوداني أو هيجي لك يقول لك شهرة القطن المصري لأنه من أجود أنواع القطن في العالم وأعظمه من أنواع طويلة التيلة طبعا أغلبنا ما نعرفش يعني إيه قطن طويلة تيلة قطن طويلة تيلة ده يعني فيه مثلا بتيجي لما تيجي مثلا تبقى عندك كيس قطن كده بتاعك جروح فلتيجي تشدني منه حتة كده من القطن فتلاقيه إيه عن الخيوط كده وراء ده قطن طويلة تيلة القطن النوعية دي من القطن لما بتخش فيه المكان بتاع النسيج فالخيط بتاعه ما بيتقطعش أو بيعمل خيوط طويلة ومتمسكة على عكس أنك ممكن تلاقيه برضو كيس قطن أول ما تشده كده تقطع معك بسرعة فده اسم القطن قصير التيلة ده لا يصلح نهائيا للدخول في عملية التصنيع فبيستخدمونه في استخدامات تالي فالقطن المصر بتاعنا من أجود أنواع القطن لأنه كان قطن طويلة تيلة عشان كده منين فهنحن نعمل منه إيه؟ نعمل منه خيوط واتدخلها فيه النسيج طيب بما تفسر تعبد الصين أولى دول العالم انتاجة للشاي أو بتتركز زراعة الشاي في دول شرائسة بسبب توافر ظروف زراعته من تربة خفيفة ومناخ حار وهواء راطب ومطر غزيرة علشان كده بيزرع الشاي في الصين أو دول شرائية شرائسة بما تفسر قلة أعدال العاملين بالرعي البدائي في شبه الجزيرة العربية وباليات الشام ودول وسط أسيا ونعمل على السؤال ده سؤال مهم جدا جدا لأن السؤال ده سؤال امتحان ليه؟ أعدال العاملين في الراعي بداية في شبه الجزيرة العربية وباليات الشام ودول وسط أسيا بيقل له يبقى أنا عندي تلات إجابات في السؤال ده هقول ليه؟ في دول في شبه الجزيرة العربية أعدادهم بيقل له وفي باديات الشام وبيقل له وفي وسط أسيا بيب في شبه الجزيرة العربية وباديات الشام بدأوا أعداد العاملين بالرعي بداية يقل له بسبب توطين الدولة للبادو بسبب تضفق البتروف طيب ليه الناس العاملين بالرعي بداية يقل له في دول وسط أسيا بسبب انتشار التعليم بين القبائل وتغير نشاطهم للعمل بالصناعة والزراعة والخدمات يبقى أنا عندي إجابتين في نفس السؤال ولازم أفرق بين الإجابة الأولينية والإجابة التانية سؤال تاني بما تفسر يعد الرعي التجاري مصدر الإنتاج الرئيسي للحوم والألبان في العالم أولا بسبب اعتماده على الأساليب العلمية لإنتاج الحديثة أو أحدث الأساليب العلمية لإنتاج اللحوم والألبان حيث يرعى كل نوع من الحيوانات في مزارع خاصة به دون الإختلاط بحيوانات أخرى يبقى الفرق بين الرعي البدائي والرعي التجاري إن الرعي البدائي كل الحيوانات بيرعوها مع بعضها أما الرعي التجاري أولا بيبعى المطاق أوسع وبيستخدموا التكنولوجيا الحديثة وبيفصلوا من كل نوع من أنواع الحيوانات عن النوع التاليب بما تفسر يسود الرعي التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين واستراليا بسبب وفرة الحشائش سواء ستيبس أو سفنة والاعتماد على الأساليب العلمية الحديثة طيب إيه أهمية الثروة الحيوانية في العالم بقى؟ أما يجي لك سؤال كده بما تفسر أهمية الثروة الحيوانية في العالم لأنها تعد المصدر الرئيسي لإنتاج بتنتج لنا إيه؟ لحوم وألبان في العالم بجانب الجلود والأصواف والزبدة وكل الحاجات اللي أنت متخيلها إحنا بنجيبها منين ونصر والحاملين طيب سؤال تاني بما تفسر تحت للصين والهند وأستراليا المراكز الأولى في تربية الأغنيم بسبب توفر الحشائش حيث المراعي التجارية الوسعة طيب بما تفسر تعتبر أستراليا أولى دول العالم في إنتاج الأصواف أو الصوف بسبب تربية أستراليا للأغنام المارينو الشهيرة بغزارة الصوف يبقى لي أستراليا أولى دول العالم في إنتاج الصوف بسبب تربية أستراليا للأغنام المارينو الشهيرة بغزارة إيه؟ الصوف طيب بما تفسر زيادة معدل استهلاك العالمي من اللفهم الحم هنقول بسبب ارتفاع مستوى المعيشة في كثير من دول العالم يبقى لما بيزيد الاستهلاك العالمي للحموم الحمراء ده معناه ان مستوى المعيشة في كثير من دول العالم بيزيد او مرتفع طيب سؤال داني مهم بما تفسر اتساع الفجوة بين انتاج مصر من الالبان والاستهلاك المحلي لان انتاج مصر من الالبان لا يتناسب مع زيادة السكان فطبعا الانتاج بينتجوا كميات كبيرة من الالبان لكن طبعا احتاجات السكان بتزيد عن الانتاج المحلي للالبان في السؤال برضو بيجي ممكن يجيلك باكتر من صيغة اللي هو بما تفسر انتشار مناطق صيد الاسماك على سواحل القارات او انتشار مصايد الاسماك في شمال غرب اوروبا النفس الايابة هنقول بسبب توافر العامل الطبيعية والبشرية التي تساعد على تطور حرفة صيد وتربية الاسماك زي ايه؟ زي ضحالة المياه السحيلية وغناها للمواد الغذائية وقالنا مرفضت يعني ضحالة يعني المياه نفسها قليلة او مش عميقة قوي لكن السماك نفسه موجود على استواحل اتقاء طيارات البحرية الدافئة مع الباردة تطبعا بسبب اللي هو وجود السمك بكمية كبيرة توفر المواني راس والسفن وطبعا توفر خبرات العلمية والفنية وفي صناعة المراكب وأدوات الصيد والتالجات واخر حاجة التوسع في تربية الاسماك على أسوص علمية حديثة يبقى ده إجابة سؤال بتاع انتشار مناطق صيد الاسماك على سواحل القارات او انتشار مصائد الاسماك في شمال غرب أوروب بما تفسر تعد الصين أولى الدول المنتجة للاسماك في العالم طبعا لأنها تمتلك مصائد على طول سواحل المحيط الهادي والأنهار والبحيرات وكمان عندها مزارع لتربية الاسماك فطبعا هي تعتبر هي يعني كل الحاجات دي عندها فتعتبر هي أولى دول العالم في إنتاج الاسماك بما تفسر تعد اندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية من أهم الدول المنتجة للاسماك في العالم برضو هنقول بسبب طول السواحل على البحار والمحيطات وكذلك تقدم وسائل الصين طيب قيام بعض الدول بصد الحيتان ليه طبعا الناس كدير ما تعرفش إحنا بنعمل إيه بالحوت يعني هنستفيد منه أغير لحمته لا هو الحوت تبقى أهمية أكتر من لحمها بنستفيد من لحمها ومنشوفهم طبعا عادينا نحن عارفين طبعا من الزيت العنبر اللي بنجيبه من كبد الحوت طبعا دي من أغلى الزيوت أو من أغلى العطور في العالم طبعا دي اعتبر لوحده كنز يعني طيب سؤال مهم قوي توطن صناعة الألومنيوم في الدول المتقدمة أو بسيغة تانية تعدل ولايات المتحدة الأمريكية أكبر الدول المصنعة للألومنيوم رغم قلة انتاجها من البوكسيت أو من البوكسايت بسبب توفر المقاومات اللازمة للصناعة الألومنيوم من طاقة هربائية خبرة علمية وفنية ومتطورة وسوق محلية وخارجية تستوعب الانتاج يبقى لما يجي السؤال ده مهم جدا 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 أو ليه اللي هو توطن صناعة الألومنيوم في الدول المتقدمة ليه أو ممكن يقول لك سؤال طاقة دولات المتحدة الأمريكية أكبر الدول المصنعة للألومنيوم رغم قلة انتاجها من البوكسيت هنقول بسبب توفر المقاومات اللازمة للصناعة الألومنيوم اللي هي ايه طاقة هربائية وفيرة خبرة علمية وفنية متطورة وسوق محلية وخارجية ليست استوعب الانتاج سؤال تاني مما تفسر التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كمسدر للطاقة أولا لأنه من أقل مصادر الطاقة تلوثا للبيع ورخيص التمن وسهل النقل تمام؟ طيب سؤال تاني قيام مراكز صناعية حديثة في منطقة الخليج العربي ده سؤال جديد وغريب من نوع اللي هو قيام مراكز صناعية حديثة في منطقة الخليج العربي ليه؟ قال لك بسبب توفر البترول التي قامت علي صناعات بترولية في هذه المنطقة نوعية تاني لن الأسئلة اللي هي أهم من نتائج المترتبة على ما النتائج المترتبة على صغر المساحات المزروعة في مناطق زراعية كسيفة هنقول ترتب على ذلك صعوبة استخدام الآلات والمكانة الزراعية والاعتماد على أي عامل لو وفير يبقى صغر المساحات المزروعة في مناطق الزراعية الكسيفة ده خلى أن في صعوبة في استخدام المكان أو الآلات والاعتماد الكلي على الايه؟ على الأيدي العامل الوفير طيب ما النتائج المترتبة على استخدام الآلات الزراعية والطرق العلمية والتجاري والطرق العلمية في الزراع التجاري اللي هي الزراع التجاري الواسع أول حاجة ترتب على ذلك قلة التكاليف وقلة عدد العمال الزراعية والإنتاج التجاري الضغط يبقى احنا كده لازم نفرق نحك تين. الزراعة الكسيفة والزراعة التجارية العلمية الواسعة. والاتنين عقصة بعض. الزراعة الكسيفة باستخدم فيها العمال علشان المساحات ازراعية صغيرة. اما الزراعة التجارية الواسعة فباستخدم فيها الآلات آآ آآ بيقل فيها عزة العمال بسبب ايه واسعة او او مساحاتها اراضي ايه الواسعة. ما النتائج مترتبة على وقوع اجزاء كثيرة من قارة اسيا دمن اقليم المناخ الاستوائي والمداري بالنسبة للانتاج الزراعة. وطبعا بيحدد لك هو عايز يكون سيادي بالنسبة ل? طبعا هنقول ان ادى ذلك يا لتفاوق قارة اسيا في انتاج. قصر السكر لانه محصول مداري حار. وتعد اسيا اولى القارات انتاجا. آآ في القطن يعني. القطن وتعد اسيا اولى القارات العالم انتاجا لي. لانه محصول مداري. وتالت حاجة آآ تفاوق اسيا في المطبط الطبيعي. وتعد اسيا برضو وله قارات انتاجا لي. لانه يستخرج من عصارة اشجار استوائي. السؤال ده مهم جدا. وعملوا عليه دارا هو مهم جدا. هو سؤال غير مباشر. وفي نفس الوقت بيقيس مستوى الطالب اللي فاهم ونجمع آآ المعلومات من كزا من كزا درس. ما النتائج المترتبة على عدم توافر الطاقة الكهربائية والخبرة الفنية في الدول النامية لمنتجة البوكسيدة. هنقول ادى ذلك القيام هذه الدول اللي هي مين الدول النامية بتصدير البوكسيد كمادة خام الى الدول المتقدمة المصنعة للايه? الالومينيوم. عشان كده ده بيتجاوب على السؤال بتاع الولايات المتحدة ان هي اولى الدول اللي اللي علم في انتاج الالومينيوم على الرغم ان هي الاحتياط بتاعها من البوكسيد لا يكفي. طبعا هي بتعتمد اعتمادها كلي على البوكسيد اللي بتستورده من الدول النامية اللي ما عندهاش امكانية ولا طاقة انها تنتج البوكسيد ده او تحول الالومينيوم فبتعتمد عليه وهي اللي بتكمل ايه? بتكمل بانتاجها. طب ما النتائج المترتبة على زيادة الطلب على البترول وتعدد استخداماته? ترتب على ذلك ارتفاع اسعاره عالميا بصورة مستمرة. طيب سؤال ده بقى اللي جاي ده مهم جدا 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 ونحطه تحت مليون خط. اللي هو ما النتائج المترتبة على الوحدة الاقتصادية الاوروبية? ترتب على ذلك حدوث التكامل في الجوانب الاقتصادية الصناعية والتجارية بين الدول الاوروبية وخاصة باقليم غرب ووسط اوروبا. وحمايتها جمركيا وتدعمها من جانب هيئة الاتحاد الاوروبي. السؤال ده سؤال امتحان. مفيش مرة في الامتحان بتخلى منه. الوحدة الاقتصادية الاوروبية. ما النتائج المترتبة على الوحدة الاقتصادية الاوروبية. اخر جزئية من الاسئلة معانا هي دلل. دلل. لما يقول لي دلل يسبق عملية التعدين عدة عمليات. اه. اولا يسبق حسد تمثل هذه العمليات في البحث ويكشف عن الخامات. ثاني حاجة اعداد المناجم لعملية التعدين والاستخلاج زي مجد الخطوط الحديدية والطرق وانشاء مساكن للعملين بالتعدين. طيب ايه تاني؟ قال لك دلل ليست كل الدول المنتجة للمواد الخام تصنف كدول صناعي. ليست كل الدول المنتجة للمواد الخام تصنف كدول صناعي. حيث تصدر موريتانيا خامل حديد الى الدول الصناعية. زي اليابان بريطانيا. وذلك بسبب عدم توفر المقاومات اللازمة ايه? لصناعها. دلل تحتاج صناعة الالمونيوم الى عدة مقاومات لقيامها. حيث تتمثل هذه المقاومات فيه. الطاقة الكهربائية. خبرة علمية وفنية متطورة. وسوق محلية وخارجية تستوعب الانتج. طيب دلل برضو. ليست كل الدول الصناعية تتوافر بها المواد الخام بكميات كبيرة. حيث تعد دولايات المتحدة الامريكية. اولى دول العالم انتاجة للانومنيوم برغن قلة انتاجها من خام البوكسيد. طيب دلل للفحم اهمية كبيرة منذ اواخر القرن التمنتاشر وحتى الوقت الحالي. حيث في اواخر القرن التمنتاشر كان الفحم عماد الثورة الصناعية في اوروبا. آآ والمصدر الاول والرئيسي للطاقة المستخدمة في العالم حتى اوال القرن العشرين. لكن في الوقت الحالي طبعا يستخدم الفحم كمصدر رئيسي للصناعة في الدول الصناعية الكبرى. وفي توليد الكهرباء الحراري. دلل توسع العالم في استخدام الغاز الطبيعي كبديل لمصادر الطاقة الاخر. هنقول انه هو بحيث واستخدم فيه الصناع على نطاق واسع. ومنستخدم طبعا في الاستخدامات المنزلية وفي توليد الطاقة الكهربائية اللي هي الكهرباء الحرارية. وكوقود للسيارات بديلا للبنزين للحد من تلوس البينة. طيب. ده اللي برضو عد الصناعة الحديثة مقياسا رئيسيا لتطور الشعوب والظهر. حيث ان الدول المتقدمة هي الدول التي اتطورت فيها تطورا مزهلا اخذها بالاساليب العلمية وتطبيق الامحاس والتجارة العلمية في الاختراع والتطوير والمنتجات الصناعية وتحدثها بشكل ايه بشكل مستمر. كده انا اكون حاولت انا اجمع لكم كل الاسئلة الصعبة بالنسبة لكم اللي انتم فيها مشكلة في الامتحان او بتستصعبوها في الاجابة عليها في الامتحان. اه في على الوحدة الاولى في الجغرافيا. تمام? والحاجة التانية انا دلوقتي طلبة منكم طلب ان دلوقتي عايزاكوا تعملوا لي جدول. اه على الاربع دروس اللي احنا اخذناهم في الوحدة الاولى في الجغرافيا. وتقسموا لي طبعا اولى القراط في انتاج المواد. طبعا احنا اخذنا طبعا مواد زراعية والصناعية وطبعا رعي البدائي واخذنا حيوانات كل اللي اتأخذناها. انتوا تقسموني طبعا هتعملوا جدول. وتقسموا تحطوا فيه طبعا الحاجات اللي احنا اخذناها سواء الابقار الاغنام الماعز البترول الغاز الطبيعي. كل اللي احنا اخذناه في جدول وتبتدوا انتوا تعملوا من اولى القراط في المنتجات دي والتاني القراط وولى الدول والتاني الدول. وفي الاخر خالص تعملولي استنتاج عام اني مسلا قارة اسيا قول القرارات العالم في إنتاج كذا وكذا 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 أستراليا قول القرارات العالم في إنتاج كذا وكذا 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 بكده لو عملتوا الموضوع ده بكده هتكون أنتوا كده ذكرتوا الوحدة الأولى بمنتهى السهولة وربطتوا بين كل أجزاء الوحدة الأولى كلها وبقى بالنسبة لكم الوحدة الأولى سهلة جدا جدا هستند منكم تبعتوا لي صور للجدول والحاجات اللي هتعملوها على الخاص وإن شاء الله نعرضها على بعض الحصة الجاية معكم من النهاردة لحد يوم الجمعة الجاية وإن شاء الله هعرضها معاكم الحسة الجاية إن شاء الله يوم الأحد بإذن الله. كان معكم ريهان نوح معلم أول برسلات الاجتماعية مع تمنياتي بالتوفيق والنجاح وشكر خاص للإدارة العامة للمحتوى التعليم.